ادارت المدينة له وجهها فادار ظهره على رصيف ميناء الحديدة يجلس الحاج مفتاح ذو الخمسين عاما كما لو انه يشكو الى البحر ضر الزمن الذي لحق به وبعد ان قضى الرجل نحو خمسة عقود من عمره عاملا بالميناء الذي لم تكن حركة السفن تهدأ فيه ليلا او نهارا وجد نفسه ملقيا بلا عمل لكن لا بأس ان يجد ما ينشغل فيه ولهذه المهمة هدف اخر بالنسبة لمفتاح وعائلته جمعه وديها البيت سفوه سفوه وغذفوه لا يدرقوه للأولاد ان احنا تعبالين وانا اصار وانا اكله القت الحرب بالمئات من الصيادين وعمال ميناء الحديدة الى رصيف البطالة فالاوضاع التي تشهدها البلاد اضعفت الحركة الملاحية للميناء كما ضاعفت بدورها من معاناة المئات من العاملين فيه خصوصا بعد ان تعرضت الرافعات الجسرية لقصف طائرات التحالف وتدميرها انا عايش في الميناء خمسين سنة وعايش لأولاد واحنا كثيرين في الامر مع الطلالة بواخر والحاجة تأبانين بعد افراغ الحمولة القليلة التي كانت تصل الى الميناء وتمنح الرجل فرصة للحياة يحاول جمع ما يتساقط منها واعادة استهلاكه في مواجهة الظروف المعيشية الصعبة التي تسببت بها الحرب فثمت افواه جائعة في منزل مفتاح الذي اغلقت في وجهه كل الابواب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر